السلام عليكم عزيزي المشاهد ورحب بك في هذه القناة على اليوتيوب معك الدكتور فارس عرب اعتقد وصححني ان كنت مخطئ بان الصحة هي كل ما نملك واغلى ما نتدخر في حياتنا كبشر ولكن لسوء الحظ فهو الامر الذي اكثر الناس لا تأخذ على محمل الجد وتعتبر امر بديهي حتى فوات الاوان عندما يصبح الشخص مريض بالآلام مزمنة تمزق حياته فيبدأ بمسيرة البحث عن الدواء لكل داء بعد ان نسي تماما بان الوقاية خيرا من العلاج لهذا السبب عملت هدف بسيط جدا لنفسي في هذه القناة وهو مساعدتك على تحقيق اهدافك الصحية بدنيا وذهنيا وعاطفيا باقل قدر من الجهد والمال لكل الاعمار ولطوال العمر وليس فقط فترة الشباب اذا لاحظت بحلقاتي على اليوتيوب اني وضعت خطط قد تبدو صعبة من اول نظرة ولكنها ممتعة بالتنفيذ وحتشوف تشعر بالتحسن الملحوظ والمضمون من خلالها لانها مهيكلة على اسس فيزياء الجسم رجعان اسمعني للنهاية قبل ما تبدل هالفيديو الطريقة الوحيدة لتحقيق اي هدف هي مواصلة رؤية التقدم البروغرس باستمرار والافضل تسجيل وتدوين هذا التقدم لتشجيعك من اجل الحفاظ وتنمية النتائج الايجابية شهر تلو الآخر ومن ثم عام تلو الآخر طبعا هذا شيء صعب ولكنه سعر زهيد لحياة رغيدة الاستمرار يتطلب القليل من قوة الارادة والمال والكثير من الوقت والنتائج ليست دائمة لذلك يجب المحافظة عليها وتذكر ان النجاح ليس في الوصول وانما في الاستمرار وهذا هو السبب في ان عامة الناس يفشل ويفقد الامل في الحفاظ على اهدافهم ناهيك عن تحقيقها في المقام الاول واعتقد انك لاحظ هذا الشيء في مسيرة حياتك فهل تريد ان تكون من عامة الناس؟ نقطة اخرى هذه الايام يوجد مشكلة اكبر وهي كثرة المعلومات ولسوء الحظ معظمها اما خاطئ او وحادي الجانب او لهدف تسويقي يوم بتشوف طبيب يقول شيء ويوم بتشوف باحث يقول العكس تماما ودائما العادات في مجتمعك اما في الشمال او في الجنوب والنتيجة النهائية هو ان معظمنا مرتبك مشوش او نشعر باليأس ولا نعرف ماذا يجب فعله او من تصدق او من تتبع وينتهي الامر بمعظم الناس بعدم فعل اي شيء او فعل قليل من كل شيء والنتيجة النهائية هي نفسها وهي عدم التقدم هدفي بهذه القناة واضح وهو المساعدة في منحك المزيد من الوضوح والقضاء على المفاهيم والعادات الخاطئة والحد من الاحباط وتفسيط عملية الحصول على جسم وعقل سليم بطريقة مريحة قدر الامكان بالطبع وبكل تأكيد ما عندي كل الاجابات ولن اعرف كل شيء ولا يوجد مخلوق يعلم كل شيء ولكن انا احب ان اتعلم وهذا شعار حياتي من الطفولة كل يوم اقضي عدة ساعات استهلك معلومات حول الصحة بالاطلاع على احدث الابحاث التي تعود بالاهم على نتائج واقعية وليست على وعود واوهام وبالاضافة لذلك بحكم عملي يمكنني الوصول لبعض افضل الخبراء والاطباء والحصول على افضل مصادر المعلومات ثم مشاركتها معك وهذا يزيد من حبي للتعلم لان افضل طريقة للتعلم هي التعليم والمشاركة وهنا يأتي دورك عزيزي المشاهد لان هذه القناة مصمم لك وسهلت لك الامر للغاية جدا انقر على زر الاشتراك وتأكد النقل على الجرس لكي يصلك كل الجديد من المعلومات المهمة واكتب لي في التعليقات اسفل اي فيديو ما تريد معرفة المزيد عنه حتى اتمكن من تغطيته في مقاطع الفيديو المستقبلية اشكر لك حسن الاستماع ودائما اتمنى لك دوام الصحة والعافية